هي بتسأل سؤال عن شعيب هل شعيب ده اللي هو شعيب النبي اللي هو أرسل أصحاب الأيكة ولا ده حد تاني يعني المسألة فيها كلام كثير فيها أراء كثيرة جدا فهذه المسألة لكن أي أن كان الأمر فهو واحد من الصالحين وواحد من الأنبياء سواء كان شعيب صاحب اللي دعا قوم والعبادة الله الواحد الأحد أو شعيب تاني أو وصد راقة نوراق الصالح ولم يكن نبيا على كل حال القرآن لم يحدد لنا هذه المسألة والعبرة دايما في القصة بغايتها القرآن العظيم ربنا وصفه بأنه أحسن القصص وربنا ما حكى أن هذا القصص حكاهن للعبرة والعظة فعشان كده جاب لنا ما يفيدنا في هذه المسألة لكن في ساعة حاجات كده لا يبغي نحن نتدخل ونسأل عنها يعني مثلا السيكين اللي كان حيتبح بها سيدنا اسماعيل كانتولا كم سنتي وعرضها كم سنتي ماذا نستفيد عندما نعرف هذه الأشياء هناك بعض التساؤلات أو بعض الأشياء يعني القرآن الكريم أنه كتاب مجمل وفصل في بعض الحاجات أعرض عنها لأن المنهاش مصلحة بالنسبة لنا إحنا واجبنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى أن نقول سميعنا وطعنا وبين هذه المسألة شعيب هل شعيب نبي هل هو صاحب الأيكة هل هو اللي أرسل إلى مدينة هل هو كلام كثير جدا في هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر موسيقى